هو المستقبل ايه مع الاتحاد انت مكمل توتدي عادك خلص خلاص مكمل حصل بينك اتصال والاستاذ محمد مسلحة رئيس النادي خلاص المشوار هنا انتهى مؤقتا لحين عودة بعد كده في المستقبل مشوار انتهى تماما يعني اعرف انت علاقتك بالاتحاد رايح جاي ولا مكمل الموسم الجاي في نفس المنصب والله للحد مبارح عادي الاستاذ محمد ببعث لي وبيتكلم وفي بعض الامور كده كانت مفتوحة مثلا من شهر لحد مبارح وبنتكلم عادي اساس اساس محمد بالنسبة لي هو يعني اخ دي كلمة شوية يعني هو بالنسبة لي هي قيمة كبيرة اوي وشخصيا انا بحبها وبحترمها وهو نفس الهكاية فحتة الشغل مش هي دي اللي بيننا يعني في النهاية زي ما قلت لك كريم انا بحترم نفسي انا عقد انتهى يعني هل هينفع اروح اقول اللي عيبدا يمشي اللي عيبدا يعدوا بتاعه وانا اصلا عقدي منتهي لا مش منطق طبعا يعني فحتة التواجد من عدمه دي حاجة تخص مجلس الادارة يعني ما اقدرش سواء بالسلب او بالاجاب باحترم القرار الانتقادات على ضوء الصداقة اللي بينك انا بتحديدا هقولي استاذ محمد مسلحي مش هتكلام مجلس الادارة العاية فانت علاقتك بيهم كلها جيدة بس انا عارف العلاقة اللي بينك وبين الاستاذ محمد مسلحي علاقة عميقة كدا الشوية الزعى اللي انت كنت زعلانهم واتكلمنا عنهم قبل الفاصل ده كلا انت فيه مع استاذ محمد مسلحي هو لمسه قالك حاجة فيه ولا ما حصلش اي حاجة لا 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 ما تكلمناش في الموضوع خالص انه هو استاذ محمد نفسه اتعرض لانتقادات قاسية جدا وغير منطقية فهو اوه يعني هو اللي فيه مكفيه ربنا يكون فعون وانعارف يعني خاصة كمان احنا في فترة تعاقدات جديدة وبالتالي محتاج مبالغ كبيرة جدا ومش من المنطق برضو انه هو يتحمل هو والاستاذ احمد عبد مجيد نائب رئيس النادي استاذ محمد خميس عوضو مجلس دارة استاذ محمد سلام عوضو مجلس دارة الاربعة دفعين للنادي لحد وقتنا هذا مية وعشرة مليون جنيه بنجيبهم الشخصي فده مش منطق لحد امتى هادر ادفع ممكن ادفع بشكل مؤقت لكن مش طول الوقت بالزبط وانا بقولي الكلام ده على اساس الناس اللي بتتكلموا ايديها في المياه الباردة يعني يختشوا بقى شوية يا عم انت بتحب النادي النادي في ازمة تهرب لأ وبعدين يقولك ايه انا عايز اللعيب ده واللعيب ده وعايز احسن اللعيب في مصر وعايز شو عارف ايه ومش عايزك تبيع ولا واحد عشان لو بقيت طول واحد يبقى تفضل الفرقة وفي نفس الوقت روحيت بتدفع بقى كان اللعيبة دي بتيجي ببلاش يعني وكل يوم يا كريم اللعيبة شعرها بيزيد بشكل مبالغ فيه وانا مع احترامي طبعا للعيبة لكن معظمهم لاي يستحق هذي المبالغ يعني وبالتالي يا جماعة رفقا شوية بالناس ورفقا بالناس اللي بتشتغل انتو متعرفيش طبيعة الشغل فبالراحة شوية اذا كان لكو مقارب تانية ده موضوع تاني طيب الاتحاد هايز عبقى تكلم عن الاتحاد نفسه يعني اتحاد الموسم الماضي كان مقدم دور اول زي ما حالكو كلمت الدور اول جيد جدا يعني الدور التاني الامور بدأت تطلع بطو حالكو اتضحت لي ليه الموضوع ان سيد محمد السرحي ماشي الزران كان بيفكر يمشي واللغبطة اللي حصلت داية الموسم اللي جاي وانت تطلع لك عدد كبير من الاسماء الحلوة في الاتحاد ابرزهم طبعا مبلولها الداف الدوري واحد من الاسماء واحد من افضل اجانب اللي لعبوا في الدوري هذا الموسم اللي لم يكن افضلهم وعندك صفقات جديدة عايز تعمل انا عايف انت مازال ايدك في الموضوع انت بتحرك دا الاتحاد الموسم اللي جاي بقى شكله عام زي تحركاته عاملة ازاي بص يعني امكان من شهر او اكتر من شهر كان الخط مفتوح بيني وبين استاذ محمد فيما يخص مواضيع كتيرة جدا دي علاقة باللعيبة اللي هتمشي ولاعبة اللي هتيجي لا اللي هتمشي دي من المفترض المدرب اللي هيجي ما تقدرش تمشي لعيب اللي لسه هيجي هو اللي هيمشي ما اعتقدش هتاخد وقت طويل حتى من ضمن الحاجات كان استاذ محمد سألني يعني مين على الساحة كويس فقلت له بعض الترشحات يعني من وجهة نظري شخصيا هل معلش معلش كابتن محمد الناس في المواضيع هل المدرب اللي جاي هيبقى مصري ولا اجنبي كل الامور متاحة ورد نهار دا معظم الناس نشرين انه الكابتن اعاب جلل قريب جدا هل فهل الكابتن اعاب جلل هو الاقرب يعني مش بقول ان هو بس هل هو الاقرب ما قدرش الحقيقة يعني ما قدرش اجزم الحقيقة لان انا بعيد عن المطبق شوية دلوقتي يعني زي ما قلتلك انا تعقدي انتهى لكن في حاجات كانت معلقة فانا بحاول انهيها من جنبي لدي حاجة كانت قديمة وفي نفس الوقت دا مجلس الادارة خلاص لو فكر يكلم معايا اهلا وسهلا ما فكرش برضو اهلا وسهلا ما عنديش مشكلة يعني طيب ما بقولوله خلاص مش هل انتهى مالتحد ولا مكمل لا لا دا مجدد سنتين انا قصد يعني هيتباع ولا مكمل معلتحد لا 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 حد وقتنا هذا مكمل مكمل لي معلوماتي الحياة